أطلق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مشروعا لحفر قناة سويس جديدة بطول 72 كم وكلفة 4 مليارات دولار يؤمل إنجازه خلال عام واحد والقناة الجديدة جزء من مشروع كبير يستهدف تطوير قناة السويس ذاتها البالغ طولها 193 كم والتي ستحت في العام 1869 وتعد قناة السويس محورا مهما للتجارة العالمية وقد عبرتها نحو 16600 سفينة في العام 2013 وتأتي سفن الحاويات وناقلات البترول على رأس أنواع السفن التي عبرت القناة العام الفائت ويشهد الاقتصاد المصري تظهورا كبيرا منذ الإطاقة بمبارك مع انحصار الاستثمارات الأجنبية في 1956 تسبب إعلان الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر تأميم القناة أنذاك في نشوب حرب السويس أو العدوان الثلاثي على مصر موسيقى موسيقى